بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا رب علما، ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، وتقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين، أيها الإخوة الأحباب، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الإيماني الذي نواصل فيه الحديث عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلا، وفي هذه الليلة المباركة نتحدث عن اسمه تعالى الظاهر والباطن من القصص الطريفة التي تروى عن الإمام أبي حامد الغزالي وأرى أن نبدأ بها فهي مناسبة لإظهار معنى هذين الإسمين الجليلين، أن هذا الإمام والإمام أبي حامد الغزالي معروف صاحب علوم الدين وصاحب المقصد الأسنى وغيرها من المؤلفات الموسوعية يعني التي فيها رسوخ العالم والتجديد والإصلاح وأثنى عليه العلماء وربما لا يخلو بيت من آثار هذا العالم الجليل يروى أنه كان يسير بصحبة كوكبة من تلاميذه ومريديه ومن عادة طلاب العلم أن يوقروا أستاذهم ويظهروا الحفاوة الشديدة به وفي طريقهم مر الإمام الغزالي وهو على هذا النحو من إحاطة الطلاب به بمرأة عجوز ترعى أغنامها وتعيش في البادية ربما لا تعرف الرجل بل هي لا تعرفه بالطبع فمالت على أحد تلامذة الإمام وسألته من يكون هذا الرجل الذي يلتف حوله كل هذا العدد من الناس فأجابها الرجل في دهشة ألا تعرفينه إنه الإمام الكبير أبو حامد الغزالي فتعجبت المرأة وسألت ومن يكون أبو حامد الغزالي هذا وما صنعته فقال الرجل إنه أكبر علماء عصره فقد أفحم الملحدين بمنطقه وإقامة الحج عليهم وقد أقام على وجود الله ألف دليل ودليل عندئذ تعجبت المرأة واندهشت أكثر وقالت وهل يحتاج الله تعالى إلى دليل؟ وهو الظاهر الذي تدل كل الشواهد والآثار على أنه وحده هو الخالق البارئ المصور ثم أضافت قائلة رحم الله البدوي البسيط الذي قال في عفوية البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل كل أولئك على الله القدير؟ وهنا تعجب الجميع من فقه هذه المرأة البسيطة الذي يدل على إيمان فطري سليم بالله تعالى الظاهر في كل شيء الذي يدل على وجوده وعظمته وقدرته كل شيء في الوجود وهذه القصة في الحقيقة تتكرر بصور مختلفة يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كثيرا ما كان يعني يخوط في حوار مع بعض الأعراب الذين هم بعيدون عن دائرة العلم والمحياة المدنية فيرى فيهم فقها وعلما يعني عميقا رغم أنهم يعني كما قلت بعيدون عن العلم بالمعنى أنهم يعني تتلمذوا على العلماء يعني عندما كان يقرأ قوله تعالى وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها فقال الأعرابي متعجبا والله ما أبعدنا منها وهو يريد أن يردنا إليها يعني لو كان الله سبحانه وتعالى يريد هلاكنا ويريد أن يدخلنا النار لكن نتركنا ما أرسل إلينا الرسل ما نبهنا ما حذرنا فقال الرجل بمنتهى العفوية ومنتهى الصدق والله ما أخرجنا منها أو ما نهانا عنها وهو يريد أن يعيدنا إليها فقال عبد الله بن عباس خذوها من غير فقيه يعني هذا الرجل شغلته أو عمله ليس الفقه لكنه بما قاله يعني في هذه العبارة يدل على عميق فكره إن الله سبحانه وتعالى قد أتقن كل شيء خلقه فإذا قلب الإنسان بصره في السماوات والأرض الإنسان العاقل الذي يعمل عقله الله سبحانه وتعالى منحنا هذه العقول لنتأمل فإذا ما تأمل الإنسان في نفسه وفي الكون من حوله أدرك أن كل ذلك يدل على إبداع الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه فسبحان الله الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو ظاهر واضح ربوبية بالدلائل ظاهر للعقول بحجته وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته وسبحان الله الباطن الذي ليس دونه شيء فهو الباطن الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار احتجب عن أبصار الخلق وعن إدراك حواسهم وذلك مع شدة ظهوره وكمال نوره وهذان الإسمان الجليلان يدلان على الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن فما من ظاهر إلا والله فوقه وما من باطن إلا والله سبحانه وتعالى دونه كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا عندما تحدثنا عن اسمه تعالى الأول والآخر حيث كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم يدعو ويقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أن تأخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر ولهذين الإسمين الجليلين معاني كثيرة ذكرها العلماء منها أن الظاهر بمعنى العلي الأعلى وهو مشتق من الظهور تقول ظهر فلان فوق السطح أي علاه فالله تعالى عال على كل شيء عال الشأن عظيم السلطان وقيل الظاهر أي الواضح لخلقه البارز لهم بعظيم صنعه فلا يخفى على العاقل أنه خالق الوجود ومقدر الأرزاق والآجال يعني الإنسان العاقل وأنا دائما أربط يعني الإنسان بالعقل إن تجرد من العقل فكما يقول الشاعر محمد إقبال إذا خل المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا الله سبحانه وتعالى عندما خلق بني آدم خلق البشر وميزهم وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات قال العلماء كرمهم بالعقل فإن خل الإنسان من العقل وترك نفسه للحقد والجاهل والحسد والبغضاء ومثل هذه الأمور سيخرج منه أقبح مما يخرج من أي كائن آخر خلق الله سبحانه وتعالى يعني قد يصير أسوأ من الشيطان ولا ياذه بالله لأنه ألغى عقله ويعني طمس الله على بصيرته فالإنسان عندما يتأمل بعقله وعندما يرى كل هذه الشواهد ثم لا يؤمن فهو يعني يستحق أشد العذاب وقيل الظاهر بمعنى القاهر الغالب لخلقه وهو مأخوذ من قولهم ظهر على فلان أي قدر عليه وقهره أما الباطن فمن معانيه أنه تعالى الذي احتجب عن الأبصار بحيث لا تستطيع إدراكه وملاحظته ورؤيته وهذا من تمام كمال وصفه ومن معانيه أيضاً أنه العليم بخلقه فبطونه سبحانه وتعالى يدل على كمال علمه واطلاعه على السر وأخفى وإحاطته بدقائق الأشياء وخفايا الأمور ومن معاني هذا الاسم الجليل أيضاً أنه القريب فهو قريب من العبد يعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه شيء من أمره يقال بطنت الشيء وخبرته أي عرفت باطنه وظاهره والله تعالى عارف ببواطن الأمور وظواهرها وهذا الوصف في حقه سبحانه وتعالى يدل على كمال اطلاعه على السرائر والخفايا كما يدل على قربه ودنوه من العبد وهو مع ذلك العلي العالي المتعال وقيل الظاهر يعني أنه سبحانه وتعالى خالق الآدميين وهم ظاهرون والباطن يعني خالق الجن والشياطين الذين لا يظهرون يعني من الغيب وقيل الظاهر والباطن يعني عالم بالظاهر والباطن وكل هذه المعاني هي معاني مقبولة وتليق بالله سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه الحسنة وجاءت بها الشرع وهي موجودة في المعاجم ومن اجتهادات العلماء قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يعني هنا الله سبحانه وتعالى يفتتح هذه الصورة صورة الحديد بقوله سبح لله ما في السماوات والأرض حتى يقول للإنسان يعني حتى وإن انصرفت أيها الإنسان الكافر والملحد والزنديق وهؤلاء لو انصرفت عن تسبيحك لله فالله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيها وحتى هذا الإنسان الجاحد هو أيضا خاضع للقانون الإلهي الذي أوجده من إحيائه وموته ومن إغنائه وإفقاره ومن صحته ومرضه فهو لا يخرج عما أوجده الله سبحانه وتعالى فيه سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يعني فالله سبحانه وتعالى لهذه الصفات التي اتصف بها هو استحق التنزيه والتعظيم والتسبيح الدائم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يعني هذه الأسماء وهذه الصفات تحدثنا في الحلقة الماضية عن اسميه الأول والآخر وذكرنا معناهما واليوم أيضا ذكرنا معنى اسميه الجليلين الظاهر والباطن فالتسبيح في هذه الآيات معناه الصلاة أو التسبيح عينه ومعناه كذلك الخضوع والاستسلام يعني سبح لله خضع واستسلم أو سبح باللسان والذكر أو صلى أي أن كل الكائنات العاقل منها وغير العاقل إما أن يسجد لله سجودا اختياريا يعبر عن إيمانه وقناعاته كما نسجد نحن الله سبحانه وتعالى مطيعين منيبين داعينا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا مقرين بأنه إلهنا وخالقنا وموجدنا من العدم وهو الذي يحيينا ويميتنا فنحن نسجد لله سبحانه وتعالى اختيارا ونرى أن مقام الله سبحانه وتعالى أنه الإله الخالق ومقامنا نحن هو مقام العبد الذليل المتضرع إلى الله فإما أن يسجد يعني العبد لله سبحانه وتعالى اختياريا عن قناعة وإيمان كما ذكرنا وإما أن يخضع مرغما للقوانين التي يحكم الله بها خلق ولذلك ناسب ذلك استخدام ماء سبح لله ماء التي تدل على العاقل وغير العاقل والتسبيح والذكر والخضوع والصلاة من أعظم الأشياء التي يتقرب بها العبد إلى ربه فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت وأما سبب التسبيح والذكر والعبادة فهو استحقاق الله عز وجل للثناء والشكر على جميل إحسانه وبديع صنعه وعظيم قدرته فهو مالك الملك وخالق الخلق والمتصرف في شؤونهم جميعا حياة وموتا وفقرا وغنا وعطاء ومنعا وذلا وعزا فلا أحد يخرج عن أمره إلا بإذنه لا يغالبه أحد إلا غلبه وقهره وهو الأول قبل كل شيء والباقي بعد فناء خلقه وهو الظاهر والباطن الذي لا يخفى على ذوي العقول والأفهان عطاياه ونعمائه ظاهرة وباطنة لا يستطيع الإنسان حصرها وعدها لقد تجلت قدرته سبحانه وتعالى وظهرت عظمته في كل شيء وإذا أراد الإنسان أن يعرف ربه حق المعرفة فلينظر إلى مخلوقاته وليتفكر فيها بمنطق المرأة البدوية البسيطة وهذا المنطق العفوي الذي يعني ربما يفوق تفكير كثير من الفلاسفة وتعقيداتهم وعدم وصولهم إلى الحقيقة لأنهم يتبعون في الغالب طرقا ملتوية يريدون إثبات أشياء معينة حتى قبل أن يتأكدوا يعني كأنهم يبحثون عن إثبات شيء في أنفسهم لذلك لو أن الإنسان تأمل بهذه الطريقة المنفتحة وبهذه الطريقة فيها صفاء هذه المرأة سوف يهتدي إلى أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وفي الحديث الشريف تفكروا في مخلوقاته ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا فقدرة الله ظاهرة في هذا الخلق ونعمه باطنة قريبة من كل مخلوقاته يقول ابن عطاء الله السكندري أظهر كل شيء لأنه الباطن وطوى كل شيء لأنه الظاهر كما يقول رضي الله تعالى عنه في مناجاته إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك يعني هو بيقول بعض الناس اللي بيستدلوا على الله سبحانه وتعالى بما خلقه يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك ده هذه الأشياء مفتقرة إلى الله فهو يتعجب ويسوق هذا الكلام في شكل مناجاه كأنه يقول لكل ذي عينين وكل ذي عقل ووعي إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج منك إلا أنك تقول الدليل على أن الله موجود أو غير موجود كيف يستدل عليك يا إلهي بما هو في وجوده مفتقر أي محتاج إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك إلهي عميت عين لا تراك عليها قريبا رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير هذه المناجاة من حكم ابن عطاء الله السكندري وكثير من كلام ابن عطاء الله يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر وهو مأخوذ من القرآن ومن السنة وهو يصوغه صياغة تعبر عن فلسفته ورؤيته وعلى عمق إيمانه وأيضا يصاغ في قالب أدبي قد استمعت إلى بعض الحلقات كان يقدمها الدكتور البوطي رحمة الله عليه وهي موجودة على اليوتيوب يشرح فيها حكم ابن عطاء الله السكندري شرحا بسيطا يقربه للأفهان وكثيرا ما تحدثت أنا وذكرت أن الحكمة تضالة المؤمن يعني إحنا لما بنتكلم في أسماء الله الحسنة أو في غيرها من الموضوعات فليس علينا أن نقتبس من كلام الطيبين وأن نأخذ الحكمة حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه اطلبوا العلم ولو في الصين الحكمة تضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها يعني لا نصنف الكتب والمعلومات والأشخاص أو نصدر عليه حكما كليا أو كاملا بل نأخذ منه ما يتفق مع ديننا وما يقرب المعنى ووجهة النظر نبنقرأ روايات من الأدب الروسي وقصص وأشعار مترجمة للشاعر الهندي وكذا فكيف نحرم أنفسنا من مصادر نستطيع أن نميز فيها بين الغث والسمين بين الكلام المستقيم وبين الكلام البعيد أو الذي يعني لا يتفق مع صحيح الدين ولكي نحقق القرب من الله علينا أن نتجنب الآثام والذنوب ظاهرها وباطنها ما ظهر منها وما بطن لأنه تعالى مطلع علينا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذاروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة أهمها في هذه الآية أن الإثم الظاهر هو ما كان متعلقا بالبدن مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أي شيء بتعمله بإيدك بجسدك أو كذا فده من الإثم الظاهر أما باطن الإثم فهو ما عقد بالقلب من مخالفة أمر الله فيما أمر ونهى وهذه المرتبة لا يبلغها إلا من اتقى وأحسن اللي هو إن الإنسان يتجنب هذا الأمر محبة وزلفة وقربة من الله عز وجل فهي مرتبة للمتقين والمحسنين قال قتادة ظاهر الإثم وباطنه يعني قليله وكثيره ويقال ظاهره ارتكاب المعاصي وباطنه ترك الفرائض على تفسيرات بتتعدد نحن يحسن أن نجمعها مع بعض ونتجنب كل ما فيه أي شبهة زي الرياء أو الأعمال التي هي بتكون في القلب أو الشرك أو غير ذلك من المعاصي قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فالنعم الظاهرة هي التي يراها الناس والباطنة ما غاب عن الناس ويمكن أكثر النعم الناس ما بتشوفهاش يعني دايما نحن نرى النعم وبنقارن أنفسنا بما عليه غيرنا ونقول فلان عنده أكثر مني وشيء من هذا القبيل وقد نستقل يعني ما أنعم الله به علينا ولا نرى الأشياء التي يعني لا تظهر لنا السكينة، الاطمئنان، الأسرة التي أنعم الله عليك بها الأمن الذي رزقه لك في وطنك وأشياء كثيرة جدا قد تكون خفية عن الإنسان فالنعم الظاهرة هي التي يراها الناس اللي احنا بتكون ظاهرة أمامنا وبنقرنها ببعضها والباطنة ما غاب عن الناس ويقال النعم الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله وأما الباطنة فالمعروفة بالقلب وقال مقاتل النعم الظاهرة تسوية الخلق والرزق يعني الله سبحانه وتعالى سوى الإنسان وخلقه في أحسن تقويم ورزقه والباطنة أن تستر عن العيون وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة الإسلام وما حسنا من خلقك والباطنة ما سطر عليك من سيئ عملك وحفظ العبد من هذين لسمين الجليلين أن يعرف أن الله تعالى له كل صفات الكمال ونعوت الجلال فيتوجه إليه بقلبه يعني هنا المرء يعظم الله سبحانه وتعالى في فعله وفي قوله وفي كل شيء لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بنعوت الجلال والكمال فيتوجه إليه بقلبه ويتذلل بين يديه ويخضع لجنابه وعظمته ويصلح من سريرته ويزكي نفسه فهو سبحانه الظاهر القاهر العلي الأعلى الذي ينبغي على العبد أن يطيعه وأن يخضع له ويتواضع لعظمته وهو الباطن برحمته وجميل عطاياه فيجب أن يسارع العبد لشكره على عظيم نعمه ومن عرف أنه الظاهر لم يحتج أبدا إلى دليل يستدل به عليه فالله سبحانه وتعالى ظاهر كما قلنا في خلقي يعني نستطيع أن نستدل على هذا فبالتالي كل هذه الأشياء دلة على أن خالقها وموجدها ومبدعها هو الله سبحانه وتعالى فالإنسان يعني الذي يعرف أن الظاهر هو الله سبحانه وتعالى لم يحتج إلى دليل يستدل به عليه ورجع في كل شيء إليه ومن عرف أنه الباطن استدل بكل شيء عليه ورجع به إليه وعلى العبد الذي عاين هذه المعاني أن يعظم ربه في قلبه وفي فعله وسلوكه فيتأدب مع كلامه عز وجل بعض الناس أحيانا يعني أنا يعني أحيانا 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 تجد بعض الناس تفلت منه بعض الكلمات ربما من أجل المزاح أو الإضحاك أو شيء من هذا القبيل هذا غير مقبول بالمرة في حق الله عز وجل يعني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فلذلك مجال السخرية والمزاح والإضحاك وغير ذلك على الإنسان أن يكون حذرا من هذه الموابع ومن هذه الأشياء ولا يستخفن بها أبدا فلذلك عليه أن يعظم ربه في قوله وفعله وبقلبه وبسلوكه ويتأدب مع كلام الله عز وجل ويلتزم بأداء ما افترضه الله عليه وأن يكون باطنه خيرا من ظاهره هو ده الحاجات اللي احنا بنقول يعني ثمرة أو حظ العبد من معايشة هذه الأسماء أن الإنسان له ظاهر وباطن وكلنا حريصين أن نكون ظاهرنا من حيث الملبس ومن حيث الشكل ومن حيث سمعتنا بين الناس وكذا أنها تكون طيبة أيضا على الإنسان أن يحرص أن يكون باطنه كظاهره أو أفضل لا يكون ظاهره أفضل من باطنه لأن الناس هتحكم علي مدة حياتي ثم بعد ذلك ألقى الله سبحانه وتعالى وهو يعلم السر وأخفى فلن يحاسبني على الظاهر وإنما سيحاسبني على ما كنت أضمره في قلبي ومن آداب من عرف أن له هذه الأوصاف والنعوت أي لله عز وجل أن يقدم أوامره وحكمه وطاعته على كل ما سواها يعني كما قال الله عز وجل لا تقدم بين يده الله ورسوله ويعني من عجب أن بعض الناس يعني يقدم بمعنى أنه يقدم رأيه على كلام الله عز وجل اكتهاده الشخصي أو فهمه الخاص فيطعن في الدين أو في آية من الآيات أو يقول هذا الكلام مناسب أو غير مناسب لزماننا يعني حاشا لله عز وجل الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم وهو لم ينزل القرآن كما يقول بعض المفتونين يعني الغرب والتحرر الذي يعني سعى إليه الغربيون نتيجة تحكم الكنيسة فيهم ويقولون نحن أيضا نريد أن نتحرر من سلط الدين وشيء من هذا القبيل يقيسون يعني أشياء لا نريد الخوض أو التفاصيل لأنها ليست موضوعنا يعني لا تشبه من قريب أو من بعيد ديننا الإسلامي الحنيف الدين الخاتم الدين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه فتراهم يعني يصرخون ليلة نهار ويتحدثون عن أن الدين معطل وأن الدين أداه من أداة يعني تخدير الناس وشيء من هذا القبيل لو صدق هؤلاء لتحدثوا عن فهم الناس أو بعض الناس المغلوط للدين وليس عن الدين الدين رحمة الدين محبة الدين عمل الدين إعمار للأرض الدين عندما ساد عندما يعني ملأ قلوب المسلمين الأوائل سادوا الدنيا وعلموا الدنيا الخير ونشروا الخير في كل ربوع الأرض فتحوا البلاد ولم يغزوها كما يقول يعني يسموهم الغزاه لا كانوا فاتحين لأن كان هدفهم نشر الإسلام ويعني لو قارن الإنسان وقرأ التاريخ وقارن فتوحات المسلمين بالغزو الحقيقي لغير المسلمين لا وجد اختلافا كثيرا وهذا يعني موجود عند المنصفين حتى من الغرب عندما يقولون إن العالم قد خسر كثيرا عندما تخلى المسلمون عن دورهم وما أجمل ما قاله فخر الدين الرازي في هذا السياق وهو يفسر هذين الاسمين الجليلين في تفسيره مفاتيح الغيب وفي تفسيره لأسماء الله الحسنى يعني أنا لاحظت أن كثير من المفسرين زي الإمام القرطبي وفخر الرازي والإمام القشيري وغيرهم والإمام البيضاوي لهم تفسيرات لكن أيضا لكي يعني يتقربوا إلى الله فقد خصوا أسماءه الحسنى بمؤلف كامل يعني في خلاصة ما ذكروه في التفسير ومن بينهم أيضا الفخر الرازي له كتاب جميل عن أسماء الله تعالى الحسنى فهو يقول بعد كلام طويل أقططع يعني هذه الأسطر يقول هو سبحانه وتعالى الظاهر بإزالة الكروب والباطن بغفران الذنوب الظاهر بالقدرة على كل شيء والباطن العالم بحقيقة كل شيء الظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينية والباطن عن مناسبة الجسمية والأينية والكمية والظاهر مظهر كل ظاهر والباطن مبطن كل باطن الظاهر بالآيات والباطن عن التوهمات والتخيلات الظاهر بالاقتراب والباطن بالاحتجاب الظاهر بالأحدية والباطن بالصمدية الظاهر بدلائله وأفعاله الباطن بلطفه وجماله الظاهر بالكفاية والباطن بالعناية الظاهر بنعمته والباطن برحمته الظاهر مشرق بآثار نعمته والباطن مضيء بأنوار معرفته يعني كلام جميل وكل عبارة فيها تحتاج إلى وقفة وإلى تأمل فالله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده المخلصين بمثل هذه الفيوضات ومثل هذه الإشراقات والإلهامات وأنا والله كثيرا عندما أتأمل في عبارات الإمام القشيري والإمام فقر الدين الرازي والإمام الطبري وهؤلاء المفسرين أقول يعني كيف وقعوا على هذا المعنى كيف وصلوا إلى هذه الفكرة ليس هذا إلا توفيقا من الله سبحانه وتعالى وصدقوا الله فمنحهم وأعطاهم والله سبحانه وتعالى يختص رحمته من يشاء ومن عجب أنه رغم ظهوره سبحانه وتعالى وسطوع الأدلة والبراهين على عظيم نوره تجد الملاحدة والزنادقة ينكرون وجوده ويشحدونه وهذا دليل على أنهم محجوبون عن نوره غير مشمولين ببره وإحسانه طبعا إن ماتوا على ذلك أو نستمروا على هذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى يعني هو الغفور الرحيم الودود اللطيف الذي يعني كما جاء في الحديث يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فيده مبسوطتان بالليل وبالنهار لكن الإنسان إذا استمرأ الكفر وداوم عليه وظل عليه ومات على ذلك فهو محروم من رحمة الله عز وجل وهذا لا يكون إلا بسبب ما رانا على قلبه من غشاوة وما أوقع فيه نفسه من ضلالة وغواية فهؤلاء يعيشون في شبهات لا تثبت حقيقة أمام الأدلة والبراهين التي أظهرها الله سبحانه وتعالى لخلقه حتى لا يكون لأحدهم حجة عليه يعني كثير من هؤلاء وأنا الحقيقة دخلت في مناقشات وحوار وقرأت لبعض هؤلاء خاصة في العالم العربي والإسلامي هي مجرد تقليد أو رغبة في التحلل من القيود كم يعني يزعمون يعني بعضهم كأنه يريد أن لا يلتزم بما قاله الله من فرض للصلاة من أن العلاقات بين الناس تكون علاقات نظيفة لا يصاحب ولا يخالل ولا يخادن فهؤلاء يريدون أن يتحللوا من كل هذه الأمور ويفعلوا ما يحلوا لهم ونحن نرى نماذج عندما يعني يفر بعضهم إلى بلاد الغرب ويصور نفسه هو يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر ويصور نفسه في مواضع يعني لا تلق بالآدمي الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعني ميزه عن سائر خلقه بأنه يعني كرمه كرمه في الملبس وكرمه بالستر وهذه الأمور فهل هذه الحرية أو هل هذا هو يعني ما يريد أن يلحق الغرب به يعني حتى قرأنا أحد المغاربة أو أحد الأشخاص الذين ارتدوا عن الدين الإسلامي ومات منتحرا كتب في رسالة ووجدت بجواره أن الغرب استخدموا أسوأ استخدام وفعل كل شيء لأرضائه ثم في النهاية يعني تخلوا عنه فبالتالي كثير من هؤلاء إما أن يكون طامعا في شيء أو عنده يعني رغبة في أن يعني يتحرر من قيود هو يراها قيودا والإسلام هي في الإسلام نظام يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر أمرنا بالزواج ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج وحرم علينا الخبائط أباح لنا كل شيء يعني إحنا من نشوف المحرمات في القرآن الكريم سنجد أمور كلها مدرة إما بالصحة أو بالعقل أو بالمال أو بالفكر الإنسان أو بعقل الإنسان فبالتالي حرمها الله سبحانه وتعالى على صحة الإنسان وهكذا يعني حرم عليكم الخبائط ولو عقل هؤلاء وفكروا في الأمر بصورة صحيحة لقادهم تفكيرهم إلى الإيمان بالله تعالى الخالق الأول والآخر والظاهر والباطن والقادر على كل شيء لكن كثيرا منهم إما أنه يبحث عن الشهرة ولفت الأنظار وبعضهم أقحم نفسه في أمور لا يفهمها ولا يملك وسيلة البحث الصحيحة التي توصله إلى الحق فهلك وزاغ وكثيرا من هؤلاء بسبب الخواء الروحي والاندهار بالغرب وبسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية والضعف الذي يعيش فيه العالم الإسلامي خرج من ربقة هذا الدين بعد أن ربط بصورة ظالمة وجائرة بين هذا الضعف والتخلف الذي نعيشه وبين التمسك بتعاليم الدين الإسلامي ونسي هؤلاء أن المسلمين حينما تمسكوا بالدين في عصور الإسلام الذهبية فتحوا الدنيا ونشروا العلم في ربوعها وكانوا مشاعر هدى وعلم وهداية وكثير من كتابات الغرب العلماء الغربيين الكتابات المنصفة تؤكد على هذه الحقائق كما أن الأفراد ليسوا حجة أبدا على هذا الدين العظيم افترض أن واحد مسلم ارتد عن الدين واحد مسلم ظلم واحد مسلم سرق أو يصلي وهو مظهره إسلامي لكنه لا يتعامل بما أمر به الإسلام هو ليس حجة على الدين نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال كما قال سيدنا علي رضي الله عنه فلو تصرف واعظ أو مسلم عادي بصورة فضة وغير مهذبة فهو يتحمل وزر ذلك ولا دخل للدين في هذا الإسلام أمرنا بالرحمة وأمرنا بالتراحم وبالتواد وكثير من الأحاديث مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة فليس عمل هؤلاء حجة على الدين نسأل الله تعالى أن يهدي كل ضال وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وفي أهلي ومالي إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسر اسمك المصون إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري وباختيارك لي عن اختياري وأوقفني على مراكز اضطراري إلهي أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي إلهي بك أستنصر وعليك أتوكل فلا تكلني لنفسي ولجنابك أنتسب فلا تبعدني عنك وببابك أقف فلا تطردني وإياك أسأل فلا تخيبني اللهم آمين اللهم آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك أنت الحق المبين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترق بخير اللهم عالم الخفيات رفيعة درجات ذا العرش تلقي الروح من أمرك على من تشاء من عبادك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا أنت إليك المصير اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وثبتنا وثق الموازيننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين شكرا أخي الغالي الأستاذ الدكتور وجهي عقوب على هذا العطاء المتميز الذي تدحبنا به كل يوم خميس ليلة الجمعة جعله الله في الموازين هاتناتك نسأل الله سبحانه أن يثيبك وأن يكثر من أمثالك فجزاك الله عنا خير الجزاء مبارك الله فيك والحقيقة أنت مثال يحتذا به في هذه النخبة فعطاؤك مستمر ثابت وهذه من أصعب الأمور الوصول للقمة سهل لكن الثبات عليه هو الأصعب وأنت تعطينا درس في ذلك حفظك الله بسم الله سبحانه وتعالى الظاهر والباطن جزاك الله خير أثريت كثيرا وعطيت كثيرا وشرحت كثيرا وغسط بنا في معاني هذان الإسمان كثيرا فجزاك الله خيرا الظاهر كما ذكرت يا دكتور فسره بمعنى العلو والله تعالى على كل شيء والله سبحانه وتعالى هو الظاهر بحكمته وخلقه وصنائح وجميع نعمه التي أنعم بها فلا يرى غيره والباطن هو المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته وكيفي الصفاته عز وجل ونسب إلى بعض العلماء تفسير الباطن بالقرب حيث قال الباطن أقرأ من كل شيء بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه وأيضا إنك تفسير أن الباطن بالعالم ببواطن الأمور فهو ذوي الباطن وكذا من كما قال البخاري وهو الفراء وهو الظاهر على كل شيء علما كما ذكرت الالتور وفسر بعضهم بأنه غير مدرك بالحواس كل الأشياء المخلوقة التي تدرك بالحواس وقيل هو المحتجب عن أبصال الخلائق أو هامهم فلا يدركه بصر ولا يحط به وهم طبعا هذه تفسيرات كثيرة ولكن الحقيقة يجب الالتزام بالتفسير النبوي وهو خير ما يفسر به لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله تعالى وقال ابن جريد الظاهر على كل شيء دونه وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه وهو الباطن جميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه يطول الحديث دكتور عن اسم الله الظاهر والباطن وأنت لم تدع لنا يعني مجالا نتحدث أو نضيف شيء فجزاك الله خيرا يا دكتور وأنا عندي سؤال عن اسم الله الظاهر الباطن هل هذان الإسمان يا دكتور لابد أن يعني تكون يعني في النطق أو في الحديث متلازمة لبعضها جزاك الله خيرا بارك الله فيك دكتور شكرا لكم جميعا شكرا لحضوركم وأيضا نشكر الأختشاه على التوثيق وعلى الإعداد نشكر الدكتور إسامة وكل مجلس الإدارة وكل النخبة جزاكم الله خيرا ربنا 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 يعزك ويبارك فيك أخي الحبيب والغالي دكتور محمد يا رب ولا يحرمنا من محبتكم وصحبتكم جميعا ويعني دائما يعني نسعد بسمع صوتك وبي مداخلاتك وبي إثرائك وإدارتك يعني الحكيمة لهذا المنتدى فهذا توفيق من الله عز وجل وأسأل الله أن يكون أعملنا كلها في موزن حسنات نحن بنسمع بعض وبنتواصل وبنتواصل بالحق ونتواصل بالصبر يعني وهذا يعني شواهد أن نحن في آخر الزمن كثيرة جدا يعني حيث الخروج عن تعليم الإسلام ولذلك يعني نحتاج إلى من وقت لآخر من يثبت يعني أخاه بالكلمة وبالدعوة وغير ذلك ويعني بالنسبة للإسمين الجليدين يا دكتور محمد هما من الأسماء المقترنة أو التي يعني يحسن أن يقترن كل منهما بالآخر كالأول والآخر والمحي والمميت والمبدئ والمعيد والظاهر والباطن أيضا من هذه الأسماء لأن كل يعني بيظهر يعني نقدر نقول مطلق قدرة الله المطلقة فنسأل الله عز وجل أن يعني يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل أعملنا وأقوالنا وكل شيء خالصا لوجه الكريم اللهم آمين وجزاكم الله كل خير اللهم آمين شكرا للمشاهدة